مع انتشار الحميات وتوسع ضحايا الإصابة بها في مديريات وادي حضر موت وضع في دور الجهات الرسمية وعجزها عن التعامل مع الوضع برزت الجهود والمساعي المجتمعية والتطوعية في القضاء على بؤر تواجد البعوض الناقل للحميات وسط الأحياء السكنية البعوض البلاد مليانة بعوض والناس كلها مرضى ونتمنى أن يعمل شيء في هذا الموضوع والناس مرضى ما تحصل حتى حد يوصل الطحين في الديار ولا تحصل ذات كلهم يقولون لك السقل مرضى والكبار مرضى والصغار مرضى وأيضا الكلاب والغلم فيها حشرات تقبصها بذبان نقول لهذا حيتام فيها والناس كلها مربوقة إلى متى الوضع هذا؟ نجد أن ننشي حل في الموضوع هذا نتعاون مواطنين مع سلطة مع صح موجة حميات تضرب مدن وادي حضر موت وإحصائيات رسمية تتحدث عن إصابة أكثر من ستة آلاف مصاب بهذه الحميات التي امتلأت بهم أقسام الطوارب المستشفيات والمراكز الصحية وباتت أعداد منهم تتكدس في أسرة المشافي وسط عجز تام في التعامل مع الوضع الحرج نقوم بإزالة المستنقعات هذه المستنقعات التي فيها التوالد البعوض في أطواره المائية فهذه الجهود أيضا تضم إلى جانب جهود مكتب الصحة والسكان الأخوة المطوعين سواء في ملتقى لمة شباب والذي كان له الدور الكبير خلال هذه الحملة في إرشادنا لأماكن المستنقعات في المنطقة وضع صحي مزر دفع بكتائب التدخل والطوارئ المجتمعية إلى أعلان الحرب على الحميات بالنزول إلى أماكن تواجد البعوض في المستنقعات وبرادات المياه وفي المساجد وأحواض المولدات الكهربائية إضافة إلى المكيفات الخارجة عن الخدمة أو المتوقفة عن العمل وأماكن سيغاية الحيوانات والطيور بدأت الحملة بتدريب الشباب على التخلص من أماكن توالد البعوض وانتقلنا إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة التوعية وانتقلنا إلى المرحلة الثالثة وهي الرش الرذادي وهو التخلص من المياه الراكدة وردم الحفريات وتم توزيع العمل على الشباب المتطوعين وتم تكسيم المنطقة إلى عدة مربعات وكل مربع خرج الشباب لعمل الرش الرذادي للقضاء على البعوض مع بدء دخول فصل الصيف بدأت الحميات تهاجم سكان وادي حضر موت وتوسع من هجماتها وانتشارها بين مختلف الفئات العمرية وهو ما يشكل هاجسا مقلقا وكابوسا مؤرقا للناس التي تعاني وتشكو من ترد الخدمات العامة كالكهرباء والصحة ومختلف الخدمات الحياتية فهم برماده قناة سهيل سيئون اشتركوا في القناة